أبرز ما اخترناه من الصحف والبداية مع نيويورك تايمز التي كتبت أن روسيا طلبت مساعدة اقتصادية وعسكرية من الصين لشن الحرب في أوكرانيا والالتفاف على العقوبات الغربية في وقت حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن روسيا طلبت من الصين تزويدها معدات عسكرية للحرب ومساعدات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الدولية ننتقل إلى الأخبار التي كتب فيها عبدالله قمح الأخبار تنشر وثائق تحقيقات سرية في خلايا الشمال داعش خططة لاغتيال ماكرون تقول الأخبار في جعبة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ملف مثير ومفيد أعلاميا يمكن تسويقه في إطار تلميع صورة ماكرون الذي يتحدى الصعاب من أجل مصلحة بلاده وهو يتعلق بمخطط أعده تنظيم داعش لاغتيال الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية إلى بيروت في أيلول 2020 عقب انفجار المرفأ بقي الغموض يحيط بالمخطط الرئيس لمصطلح على تسميته خليات كفتون إحدى أكبر الخلايا الداعشية التي فككت في لبنان بعد نحو عام على صدور القرار الضنيف القضية الذي طلب الاعدام لسبعة أشخاص من أفراد المجموعة التي تضم 18 وهم جزء من خلية أوسع وأكثر خطورة تتألف من 40 لبنانيا غالبيتهم تعرفوا على بعضهم بعضا خلال فترة احتجازهم في سيشن رومي تفاصيل أكثر تريدها الأخبار في هذا الموضوع وبالنسبة لهذا المخطط وللخلية كفتون وتشير وتقول إن الإشارة الصدمة التي أغفلها القضاء اللبناني ومنع التطرق إليها ترد في خلاصة التحقيقات التي ختمتها مدرية المخابرات في الجيش المتعلقة بخلية كفتون وحصلت عليها الأخبار وتشير إلى تعليمات تلقتها المجموعات بتنفيذ عمل انتحاري يستهدف الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون خلال زيارته الثانية للبنان في الأول من أيلول 2020 في معلومات الأخبار أن الإشارة التي يمكنها أن تلخص كل شيء وكامل المخطط عثرة عليها في حاسوب أمير الشبكة محمد الحجار على شكل رسالة مشفرة بصيغة اقتراح هدف ضمن مجموعة من المحادثات مع المشغل في سوريا يرد في الإشارة إلى أن فرع المعلومات استنتج أن تنفيذ مخطط الإغتيال المحتمل لمكرون سيتم في أحد الأحياء المسيحية المتضررة من انفجار الرابع من آب أو في مرفأ بيروت في السياق يمكن الإشارة إلى أن التسريبات التي سبقت زيارة ماكرون جزمت فرضية قيامه بزيارة ثانية للأحياء المتضررة كالجميزي لكن لسبب ما ألغيت الزيارة دون تقديم مبررات يكشف مسؤول أمني رفيع للأخبار أن المعطيات التي تم رصدها تقنيا أشارت إلى أن نقاشا سريعا جرى بين أفراد من المجموعة ومشغل خارجي حول احتمال وجود الرئيس سعد الحريري إلى جانب الرئيس الفرنسي خلال جولته فكان الجواب من المشغل أقتل سعد أيضا كتبت الأخبار أيضا كتب رالف عساكر المعاملتين طاهرة هجرة قصرية والجنس دليفري مقتطف صغير أخيرا عرف السكون طريقه إلى ليلم عاملتين مشهد ليلي مغير لم يعتد عليه أشهر شوارع جوني في السنوات الماضية الحلة الجديدة ألبستها الأزمة الاقتصادية لهذه المنطقة المزدحمة فرغ الشارع من زحمته حتى تمثل هدوءه غالبية شوارع المدينة الصغيرة خسارة أبرز كانت لنجمات الليل غالبياتهن من أوروبا الشرقية راقصات ومغنيات وبائعات جنس اضطررنا للمغادرة بعد تدني القدرة الشرائية وتراجع الزبائن هجرة قصرية ضاعفة الخسائر التي طولت القطاع الذي بات يعتمد أساسا على الانتاج المحلي هؤلاء يتبعن أسلوبا مختلفا لا يعتمد على مركزية النوادي والملاهي والفنادق بل يتسع جغرافيا إلى انتظار الرزق على جوانب الطرقات أو بتوفير خدمة الدليفري إلى الشقق الخاصة أو الأحراج أو الشواطئ والسيارات ذات الزجاج الدكن تقول الأخبار بحسب أرقام الدولية للمعلومات أن عدد الأجنبيات العاملات في مجال الدعارة عام 2019 كانت 3500 غالبياتهم من دول الاتحاد السوفيتي ولكل جنسية تسعيرتها منها ما يزيد عن الميد دولار وتقول أن النشاط الإجمالي كان يادر حوالي 250 مليون دولار تعود إليهن والعائدات إلى 50 مليون دولار وتراجع ويقول تقول الدولية للمعلومات أن هذه الخسائر أصبحت بـ 200 مليون دولار سنويا وتراجعت علب الليل من 60 إلى 18 علبة ننتقل إلى نداء الوطن كتبت كلير شكر ما موقف لبنان إذا عبر خطأنا بالغاز الإسرائيلي منطقته الاقتصادية تعقد اليوم أو تعقد اللجنة التقنية أو المتخصصة التي شكلتها رئاسة الجمهورية بهدف مراجعة العرض الخطي المقدم من الوسيط الأمريكي أموس هوكستين عبر سفيرة بلاده داري تيشي قبل سياغة رد رسمي تعقد اجتماعا هو الثاني لها قد يرأسه الرئيس ميشيل عون بعد الاجتماع الأول الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي حيث جرى الاطلاع على الخراءة ومضمون العرض والاتفاق على تأطير العمل فيما التوجه لها هو لعدم قبول العرض لكونه لا يتمتع بالقابلية أولا لا ينطلق الخط المتعرج الموضوع أمام اللبنانيين كخط وسطي من نقطة النقورة لا يتضمن كامل حق القانة الذي تبدأ التقديرات بشأن إحداثياته من الرقعة التاسعة اللبنانية جنوبا حتى خط 23 ويقدم مساحة لبأس بها من الرقعة الثامنة اللبنانية فيما تضم المساحة المقدومة مكام غنية جدا بالغاز لهذا يقول بعض المواكبين أن احتمالين اتنين يمكن أن يتحكم بالرد اللبناني إما رفض المطلق لكون العرض مشحف ويفرد بحقوق لبنان ما يعني عرض الرد على مجلس الوزراء لاتخاذ موقف رسمي وأما التحفظ أو طلب الاستضاح مع المطالبة بتعديل هذا العرض ما يعني الاستمرار في حالة التفاوض نختم مع الجمهورية التي كتبت في المنشات في موازات قلق المصادر المسؤولة من انفجار العبوة الاجتماعية يبرز قلق بذات المستوى لدى بعض المستويات السياسية من عبوات أخرى مماثلة في لبنان خلال الأسابيع المقبلة فإلى جانب العبوة الاجتماعية تتبدأ عبوة أساسية مرتبطة بكل مؤسسات الدولة وأجهزتها على اختلافها التي يتراجع حضورها وفعليتها بشكل رهيب جراء الاهتراء الذي أصابها وشل قدرتها على الاستمرار وتسبب بنقص هائل في مستلزماتها ومتطلباتها اللوجستية والمالية نهيك عن وضع الضمان الاجتماعي الذي وصل إلى حدود أن يلفظ اشتركوا في القناة